هناك فكرة تروج منذ بداية طفان الأقصى السابع من أكتوبر وهو أن هؤلاء الجماعة المقاومين تورطوا وورطوا الشعب الفلسطيني وأهل غزة وتعجلوا أنت ضعيف لماذا تذهب إلى القوي لماذا تحارب القوي اصمت حتى لا يؤذيك هذا القوي هل فعلا المقاومة وورطت الشعب الفلسطيني في حرب ليس كفءا لها أو أخطأت في تقديرها وفي ما فعلت هذا ما نتحدث عنه من مشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد منذ بداية الحراك القوي من السابع من أكتوبر وانتفاضة الأقصى والأصوات تتعالى ما بين حسن النية وما بين خبيثها وسيئها والفكرة التي تطرح في إني لماذا بادرت المقاومة بهذه الخطوة والكيان الصيني معروف من المتجبر غاشم فسيبيد غزة وسيبيد الناس ولماذا تستجلب عداوة القوي المتغطرس والآن العالم معه هل هذه الفكرة صحيحة؟ الحقيقة طبعا هذه الفكرة غير صحيحة فيما أتصور طبعا لعدة أسباب في أسباب شرعية وأسباب سياسية وأسباب واقعية وأسباب من سنن الله في الكون لازم الناس توقف عليها أسباب دينية لأنني أنا في النهاية لما واحد ألقى نفسه قالوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فألنا أنت فهمين غلط إن الآية مقصود بها التهلكة هي التخلي عن تحرير أرضك وإلا كل الشعوب التي سعت إلى التحرير والتحرر ماذا فعلت؟ الذي فعلته قاومت قدم فيها شهداء الجزائر مليون ونص شهيد العالم الغرب شهداء بالملايين لم تحسب المسألة بهذا القدر لما تحسب به الأهداف بالمبدأ فرعون في صراعه مع نبي الله موسى ده مبدأ بالمناسبة كل فرعون وإن كان صهيوني ومبدأ كل موسى عليه السلام ولو كان إنسان في أقاص الأرض ويعني مشارقها ومغربها سيدنا موسى الحدث الوحيد اللي عملنا في حياته قتل خطأ فوكذاه موسى فقضى عليه بيدافع عن مظلوم الضربة جات زمان فرعون الذي يستحي نسئاهم ويذبح أطفالهم ويسومهم سوى العذاب يعير نبي الله موسى يقول وفعلت فعلتك التي فعل أعب بيعيره بحدث قتل خطأ بينما هو يعني عامل مجازر ومجازر مش على مستوى سنة أجيال ده أجيال أعسنين كده أجيال ده منطق دائما هذا منطق الظالم المتجبر وأعوانه اللي هو نفس اللي بنشوفه فيه المتصهينين العرب سايب المظلوم ما سايب الظالم ما سايب في المظلوم طب انت تسكت وده ذكر صديقنا وقل عادل قصة جميلة معبرة ان واحد دخل لص بيته قام صرخ في اللص عشان يطرده فقام واحد من الناس قال له يا أخي ما تسكت وتوطي صوتك وتسيبه يعني ما هيسرق إيه ويمشي ما خلاص فقام اللص فاللص راح جاب شوية لصص معاه يساعدوه فدخلوا كسروا البيت على الراجل وضربوه عوروه ولاده أمجاره الجبان الخواف قال له ما قلت له استفدت إيه أهو اللص كان لوحده أهو جاب شوية لصص معاه وكسر البيت ودب ما انت كنت قاعد قاعد وسايبك قاعد معاه عايش شوية قصة معبرة الحقيقة لكن ده مش منطق مش حقيقي فشرعا لا ده مش توريط ليس القايلة تهلكة طيب واقعا واقعا يا جماعة بالعقل هل من يوم فيه هناك يوم خلا من الاعتداء الصهيوني على أهل فلسطين مستحيل انت من شهر مايل شهر أكتوبر فقط كم شهيد عدد كم اقتحام للمقدسات عدد كم اعتداء على النساء أعداد كم طفل كم امرأة كم معتقل مسجون أسرة أعداد هائلة أعداد هائلة يعني فوق الخمسمية في بس أربع خمس شهور من غير ما تكون انت لا المقاومة عملت شيء ولا أي حاجة إذن يا قوم الحديث بالعقل عن نظام لا عقل له ولا أخلاقيات تطبيطه كلام فارغ هذا كلام فارغ هذه رؤية إلى الجارب المعتدي طيب وأنا ما هو اعتداء باعتداء ثم أنا في النهاية كمسلم إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة مسألة واضحة وإلا لو كان النصر بيتحقيق شيء مادي طيب أصحاب الأخدود ماذا جنوا لم يفعلوا شيئا قتل أصحاب الأخدود وبعدين قصة البرج سورة البرج القصة كاملة لم يبق منهم أحد كلهم سشهدوا ماذا فعلوا ده نسأل لا إله إلا الله يعني حرية حرية رأي عقبوا عليها هل انتصروا أي انتصار مادي أعاشوا فضل ترسل لا لكن بقي المعنى الثبات على المبدأ والعيش والموت عليه وبقاء نموذجهم في نموذج كل النضال التاريخي في أصحاب الديانات والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى فالواقع أيضا لجانب الأمر الدين الواقع يكذب ذلك يكذب الواقع يا جماعة أن هذا عدوان يوميا يعتدي فهو مش 2008 ماذا فعلت المقاومة أبدا 2014 وعد مجازر هذه تلو الأخرى ماذا فعل شرين أبو عقلة ماذا فعلت مراسلها بكاميرا تصور الحدث قتلت ماذا فعل شرين أبو عقلة ماذا فعل غيرها ماذا فعلت الناشطة الأجنبية التي داستها الجرفات والدبابات الإسرائيلية لا شيء فإنك أنت النهاردة تبقى أعور العقل أعور العقل يعني عين بتشوف جهة وجهة لا هذا غير منطقي غير مقبول فالواقع يكذب ما تذهبون إليه الأدلة السياسية لا يوجد يا أخوانا في السياسة أبدا أبدا إني تظل منطقي إذا أني أبدأ طمو النبي صاصم قال في بعد فترة قل نغزوهم ولا يغزوننا يعني في مرحلة أنا أتلقى الضربات وأتحمل إلى أن أقوى طب إذا بدأت أقوى ما المطلوب خلاص أقاوم مش كان يتقال عن الأدوات التي ينقوم بها ما تخرم شحيط الآن ماذا تفعل بتخرم القبة الحديدية وبتخرم وتاصل ثم هذا التمريغ لكرامة هذا العدو المتجبر المتغطرس لا تم تم على كل المستويات لا والناس بتقوى كانت أضعف فبقت قوية ثم الآن أقوى وبعد ذلك ستكون أقوى وأقوى هذه السياسة السياسة لا تقف عند حال إني لا ما تسوقش إلا لما تكون أتقن طب هيتعلم فين ما هو يتعلم الأول طب وهذا ما حدث للمناظرين والمقاومين في فلسطين الناس بدأت تطور من أدواتها وتطور من أدائها وتطور من إنجازاتها والحية لأ نعم يعني هذا العدوان الغاشم لن ينقطع ولن ينقطع ولن ينتهي بدل أن هما لن يسعوا إلى أن يخربوا من فلسطين إلى مكان آخر ولو ذهوا للمكان الآخر أيضا حتى إذا تمدى ونصر الله ليتم ولن يتم إن شاء الله حتى دا لو حصل لن يتركوا لن يتركوا لأن المعركة معركة وجود بين هذا الكيان وبين هذا الشعب الأبي المناضل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤذرا اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر